ومن أحاديث الفتن ما جاء في سون بن ماجة قوله عليه الصلاة والسلام لم يبق من هذه الدنيا إلا الفتنة والبلاء ومن أحاديث الفتن ما جاء عند بن ماجة من حديث حليفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصوا من تلفظ بالإسلام قالوا يا رسول الله وتخشى علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة وقال عليه الصلاة والسلام وما يدريكم فلعلكم أن تبتلوا قال فابتلينا فما استطاع أحدنا أن يصلي إلا سره من أحاديث الفتن ما جاء عند بن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين أيديكم لهرجة يعني لقتل فقالوا يا رسول الله ألا ترى أنا نقتل من المشركين في العام كذا وكذا قال عليه الصلاة والسلام ليس بقتلكم للمشركين إنما يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته قالوا يا رسول الله أولنا عقول آنذاك قال لا تنزع عقول ذلك العصر ويقلب فيه هباء الناس الذين لا عقول لهم والهباء من الناس هم أصحاب الخفة والرأي الضعيف مثل الهباء الذي يطير ليس فيه رزانة وليس فيه ثقل ورأي وقد جاء عند ابن ماجة أن علي أتى إلى رجل بالعراق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تعاونني فقال يا جارية أحضر السيف فأحضر السيف ثم نزعه فإذا به قدر شبر من خشب فقال إن خليلي وابن عمك عليه الصلاة والسلام أوصاني إذا كانت هناك فتنة بين المسلمين أن أتخذ سيفا من خشب فإن جئت أن أخرج معك خرجت معك قال علي رضي الله عنه لا حاجة لي بك ولا بسيفك ومن أحاديث الفتن أجاء عند ابن ماجة قوله عليه الصلاة والسلام ستكون سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة قيل يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال الرجل التافة يتكلم بأمر العامة شاء في سنون بن ماجة قوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يأتي بكم زمان يغربل الناس فيه غربلة يوضح ذلك وتبقى حثالة الناس يذهب الأخيار ويبقى الأشرار قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال علينا الصلاة والسلام خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون وعليكم بخواص أنفسكم ودعوا عنكم أمر العامة جاء عند ابن ماجة قوله عليه الصلاة والسلام يكون مسف وخسف وقذف في رواية أخرى عند ابن ماجة قال في أهل القدر وأهل القدر خرجوا في العراق الذين ينكرون أن الله عز وجل يعلم الشيء قبل وقوعه تعالى الله أما يقولون ألوا كبيرا ومن أخاديث الفتن جاء عند ابن ماجة أن هناك منحمة وهي التي بين المسلمين والروم وموعدها بعد الفتن وتكون في آخر الزمان موطنها في الشام جاء في سن بن ماجة قوله عليه الصلاة والسلام ستكون فتن لا يبقى بيت مسلم إلا دخلت ثم تكون غدن مع بني الأصفر الذين عمروا ثم يغدرون بكم فيأتون في ثمانين غاية يعني راية تحت كل راية إثنى عشر ألفا عدد كبير ومن أخاديث الفتن جاء في سنة ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي أكرم العرب سلاحا وأجودهم فرسا يؤيد الله بهم هذا الدين يبعث الله بعثا من الموالي من الأرقاء أصلهم أرقاء فيؤيد الله عز وجل المسلمين بهؤلاء في تلك الملحمة الكبرى من أحاديث الفتن ما جاء في سنة أبي لاود وصنوا ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا در قال لبيك وسعديك قال كيف بك إذا أصاب الناس موت بلى حصل بالناس من مرض أو نحو ذلك حتى يكون الوصيف بالبيت يعني حتى تنقص قيمة البيت حتى يشترى بالعبد أن العبد أقل منه ثمنا وقيل إن البيت فيباع بالعبد وقيل إن البيت الذي هو القبر يباع فيغلو سعره فيباع إلى قيمة العبد وقيل إن العبد العبد ليعطى من يحفر القبور لكثرة الموت فقال يا رسول الله خر لي قال عليه الصلاة والسلام لتصبر قال كيف بك إذا أصاب الناس وهذه الجملة عند ماجة كيف بك إذا أصاب الناس جوع فقال خر لي يا رسول الله قال عليك بالعفة عن الحرام وهذان الأمران السابقان مما يدل على أن أبا در قد أدرك عمر لما جاء في عهد عمر رضي الله عنه عمر رمادة من الجوع والقحط لكن الفائدة الآتية وعند أبي داود بن ماجة لم يدركها لأنه رضي الله عنه مات في زمن عثمان ثم قال عليه الصلاة والسلام كيف بك يا أبا در وقد غرقت أحجار الزيت بالدم وما يكون في الحرة وهذا حصل لما أرسل يزيد بن معاوية مسلم ابن عقبة حتى سماه السلف مسرف فإنه أتى إلى أهل المدينة واستباحا تابت أيام وقيل أكثر من ذلك معلوم أنه رضي الله عنه لمدرك ذلك وأراد أن ينبه عليه الصلاة والسلام ما يقع فقال يا رسول الله وماذا أصنع قال كن مع أنت منهم يعني كن مع أهلك قم على شؤونهم ودع عنك ما جرى وقيل إن كان هناك إمام قد وليته فلتعطي ما باعته عليه وقال يا رسول الله ألا أأخذ سيفي قال إذا شاركت القوم فقال ماذا أفعل يا رسول الله قال إلزم بيتك فإن جاء أحد ليقتلك وخشيت أن يبهرك شعاء السيف فضع كساءك أو نحو من هذه الكلمة حتى يبوء بإثمك وإثمه وفي إرشاد منه عليه الصلاة والسلام أن يكفى عن القتال في الفتنة ترجمة نانسي قنقر